دكتور مع حضرتك ازاك يا دكتور يا اهلا يا سيد محمد اهلا بحضرتك يا دكتور انا بشكي دايما عندي يمساج ويتهاد كل يوم كل يوم يعني تغير في عادات وقوام التبرز كل يوم الموضوع ده لي بلوكت مع تسعة سنين معاي رحت لتكاكرة كتير وعملت منزار كل الدكتور يقول لي عندك بكتيريا يعني ممكن مرة مرة تمام على حسب حاضر انا هجاوبك حاضر يا أستاذ محمد ما شكرك يا أستاذ محمد Well at the doctor هو عمل منزار فما لقناش أي وسيله للمرض فمش هنقدر نقول مرة كثير من الناس بتشوف ان عادتها هي بتقارن ايما كانت اطفال عندهم تشكل يستبتاحهم هو وظائر احنا عشان نعرف الاسهال تبعته تغيرت احنا عشان نعرف الاسهال لازم يكون قوام البراز مية اكتر من ثلاث مرات في اليوم وعشان نعرف قوام الامساك لازم نقول القوام بقى متماسك جدا وممكن يصل الى انه يجرحني وبنخش اقل من ثلاث مرات في الاسبوع ده التعريف بتاع هذا الكلام في النهاية احنا مش القانون ما هوش مصنع حيطلع حاجة استاندرد احنا هناكن نوعات من الاكل الجسم هيمتص منها المية اللي هتعجبه الفضلات الباقية اللي هي هتنزل هتنزل بهذا وهذا كلمة المسيح بديك يتوقف على حاجات كتير يا دكتور نوعات الاكل اناكلها هل احنا اليوم ده متوترين ولا مش متوترين مشينا ولا ممشيناش مظبوط يا دكتور مشيها كل ده مظبوط الحقيقة وده هو بيقول بدخل طوالات مرة في اليوم ده رقم مظبوط جدا الحقيقة ده رقم مفروش اي حاجة فهو يعني شايف ان اللي هو بيعمله ده مش مش اللي تشيكليست بتاعه بتاع زمان لكن هو ده مظبوط يا سيد محمد وما فيش اي حاجة حسنا ان هو الحمد لله عمل المنزار خلاص احنا اطمأنين ان ما عندناش مشكلة احيانا بيبقى فيه مشكلة في الاخراج عادة وبيبقى صاحبها مش يعني والطبيب مش عارف يسمعه جماعة انا مش مبسوط فده المنزار اللي واحده ما بيكشفهاش ممكن يبقى عندنا ضعف في عضلات الحوض والاخراج وخلل في الميكانيزم بتاع الاخراج وده بنقدر نعرفه بحاجة اسمها رانين اخراج مر اي ده فيكوغرافي مر اي ده فيكوغرافي ففيه فعلا ناس بيبقى عندها ضعف في عضلات الحوض يعني بعيدا عن اللي احنا بنقوله ده اللي احنا بنقوله ده وفي ضعف عضلات الحوض ده صاحبه بيبقى بيعاني كثيرا والناس مش قادرة تستمع له الحياة طيب نرجع مرة تانية يا دكتور لأكلات شامل نسيه مش عايزين نخلص المعوضوع ده ونبتزين الكلام في تعاوية المناعة اللي كل الناس متهالي مستنية تسمعها النهاردة اللمون يا دكتور اللمون بقى على الحاجات المملحة دي الاسماك المملحة زي الرنجة زي الفسيخ زي السردين هل اللمون ليه علاقة بانه هو مطهر يعني ممكن نستخدمه كمطهر لان احنا مش نش فيه حين ناكل ايه حاجات متخليلة بشكل صحي وآمن ولا لا يعني اللمون مطهر وقابد للأوعية ولكن مش هنقدر نقول ان هو حيقضي مثلا على درا مش هيقضي على كولستريريوم ديفيسيل لكن هو حيساعدنا الحقيقة اللمون بشكل عام هو مفيد فوجود اللمون مع الاكلات بتاعتنا الخص الجرجير الشابت البقدونس كل دي من الحاجات اللي لازم نضيفها جنب طبق الفسيك والرنجا جنب طبق الاسماك يعني دايما احنا بنحب ان الاكل يبقى نباتي على قد ما نقدر حتى البقول النباتية زي الترمس زي الحمص زي الفول دي من الحاجات اللي هي طبعا لازم نبل فيه ناس بتبل الترمس طبعا ده ضروري لانه ده بيتخلص من نوع من السموم اللازع يعني عدم بل الترمس ده ممكن يبقى فيه مشكلة طيب دكتور خلاص ما قدمناش وقت طويل فاحنا عايزين نتكلم على تقوية المناعة لانه كتير من الناس دلوقتي مهتمة جدا فيما يخص تقوية مناعتهم لانه احنا بطبيعة الحال في عالم كله كورونا فاكيد احنا محتاجين احنا نعوي مناعتنا بشكل عام المناعة زي ما اتفقنا فيه مناعة مكتسبة دي مش هتيجي اللي عن طريق التطعيم التطعيم او تعرض لمرض فيه مناعة باسيف امينيتي ده لما ناخد بلازمة من المتعافي ونديها الواحد مريض واشهر حاجة تتنس هو الكورونا اللي احنا بناتعمل معه وفيه مناعة قطيع لما 70% من سكان الكرة الارضية يمرضوا بمرض او يتعاموا من مرض فالمرض ده تقريبا نقدر نقول ان هو مش هيبقى لازي اهمية طيب حياتك بتنسح كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ولسه عندها تخوفات فيما يخص التطعيم اخد التطعيم ولا لا لا بد من انا اخد التطعيم لا بد من التطعيم لا بد من التطعيم واللغة الدائر على التطعيم ده هراء ما انزل الله بيها من السلطة وايش ان احنا نوضح ده للناس دلوقتي كلام واضح حقيقي ناس كتير ومتعلمة ولسه بتسأل ناخد التطعيم ولا لا قول واحد لا بد ان احنا اخد التطعيم ولا صوت يعلو في هذه القصة لان اي صوت اخر ده انا بعتبره جريمة جريمة يعني من يتكلم ضد التطعيم ده غير مدرك اهمية التطعيمات على مر التاريخ التطعيمات هي اللي قدرت على الجدري التطعيمات هي اللي قدرت على الحزبة قدرت على شالة الاطفال واذا كنا بنقول ده احنا في جائحة عالمية وكل التطعيمات بلا بلا ادنى شك هي اللي انقذت البشر مفيش حاجة في الدنيا بدون بعض الاثار الجانبية وبعديني شعيز تاخد تطعيم خلاص ما تخرجش من بيتك يعني ما تأذينيش ما تسببش في اذينيش حضرتك اي حتى لو احريك سليمة وانا تقابلت مع حضرتك ده مش معنى انا حضرتك مش كارير للمرض وتنقلي لي المرض فلابد حضرتك احتراما للي قدامك نكتب لابسها الكمامة حتى لو انت سليمة مش عشان شخصك عشان ده احترام لأدمية الاخرين وده لابد ان يكون قانون صرم وشكل واضح لأ انا بتكلم للناس اللي رفضة اللي رفض التطعيم وعايزة تتعامل في المجتمع بشكل عادي وطبيعي موظف بنك موظف حكومي عايز يروح وييجي وهو مش واخد التطعيم اكيد ده ده طبعا فيه حرية شخصية لكن ده مرفوض الحقيقة حرتك تقف لما تبتدي تدور الاخرين صحيح صحيح طيب دكتور خدنا التطعيم خلاص هل لازم نحتفظ باجراءاتنا الاحترازية لابد من الاستمرار لابد من الاستمرار في الاجراءات الاحترازية حتى بعد التطعيم حتى بعد التطعيم لانه مفيش تطعيم في عاليته 100% احنا بنتكلم ان التطعيمات 95 92 86 82% ده النمط العالمية للتطعيمات ففيه فرصة ان عندك فيه 5% مش هستجيبه للتطعيم مش لخلل فيه التطعيم لخلل فيه مناعة سيادة حاداتك الجنات المناعة بتاعت حاداتك لا تستجيب المحفزات بهذا الشكل فده مش هنقدر نلوم عليه انفسنا او الاخرين بسه نتحرك جزء من المنظومة العالمية لابد ان انت تاخد التطعيم بشكل صارم وحد وشكل واضح ورافض تاخد التطعيم مفيش مشكلة لانه فيش اجبار في اغز التطعيم ولكن ماينفعش برضه يخرج يتعامل مع المجتمع زي ما انا قلت بشكل طبيعي وهو رافض ياخد التطعيم يعني دي هتبقى برضه فيها مشكلة خاصة بالاشخاص المتعامين يا دكتور انا ازاي اتعامل مع شخص هو رفض نوع يتعامل انا بخايفة لما انا بخايفة يا دكتور احنا اتفقنا هو لابد ان نستمر في الاجراءات يعني موظف انا هتعامل معاه ازاي هتعامل معاه وانا واخدل تطعيم وهمش واخدوا دي برضه يعني انا مع حالك مش هنقدر نبزم بيها الحياة مش هنقدر ان فيه ناس هتاخد التطعيم ومشيبه فيه نوع من الاستجابة يعني ممكن لا دي انا ما مش عارفة ممكن شخص ياخد التطعيم وما يستجبش احنا قلنا حادثك فعالية التطعيم فيه تطعيمات 92% 94% ففيه 6% هياخد التطعيم ومش هيجيب معاه لابد من استمرار في الاجراءات الاحترازية طبعا اكيد لا مش معاهنا خدت التطعيم انك مش هيجيلك المرض لكن في يعني كل ما ياخده نوع معاه من التطعيم ستة هيمرضه والباقي مش همرض ولازم نحافظ على الكمامة ونحافظ على التباعد الاجتماعي ونحافظ على التطهير لا جدال في ذلك يعني لازم المسافة تبقى بعيدة لابد من الالتزام بالكمامة بلا جدال دكتور ايه الاكلات اللي ممكن توقع المناعة مقليات مسبكات مخبوزات حلوات سمين شربة تضعف المناعة المناعة الذاتية احنا بنتولد بها ولا يمكن نزودها احنا بنضعفها فقط نحوة ده بقى اه هي تضعف لكن درس نزود المناعة الذاتية فللحفاظ عليها لقينا ان عائلة البصل من اهم العائلات البصل مسنوع واحدة مجموعة منها عائلة التوم عائلة زيت الأوميج زيت الأوميج ده اللي موجود في زيت الأسماك وفي أكلات الأسماك وموجود في اللب السوداني المكسرات عائلة البقول واهم بقول فيها هي القهوة القهوة من البقول وأهم حاجة محفزة للمناعة عائلة التوت القهوة دكتور القهوة فنجال واحد في اليوم فدان من القهوة فدان من القهوة فدان بلا جدال القهوة بتحفظ على العدد مشكلة دكتور ان الأقوال بتتضارب جدا يعني كي ده كترة والله يقولوا لا فنجال واحد في اليوم حياتك بتقول اللي ما شابش القهوة اللي عنده اطراب في ضربات القلب اللي عنده اطراب النوم اللي عنده أمراض التوتر اللي عنده ارتجاع معدى وقرح دول بس اللي مش هبوش قهوة لكن الباقون القهوة أفضل محفز للمناع وعائلة البقول بشكل عام بس القهوة أفضل حاجة في عائلة البقول دي المركبات عائلة التوت كل ما هو باري عائلة التوت والفراولة فراولة والتوت الباري كل حالة العائلات دي والحبوب الحبوب الأمح ده الوسيلة الوحيدة الحبوب الكامل للحفاظ على دي الأدوات اللي بيبني منها الجسم المناع تعاطي الفيتامينات يضر بالمناع وليس مفيد لهذه المناع يعني الفيتامينات اللي احنا عاديين ناخدها من ساعة قصة الكورونا دي عمال على بطال ما أنزل الله بيها من سلطان الحياة يعني ما لايش أي قيمة نهائي